يواجه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني معضلة معقدة يصعب تفكيكها ومعالجتها في مسعاه لمحاربة آفة الفساد التي تضرب مفاصل الدولة العراقية منذ سنوات عدة وكشفت مصادر خاصة عن وجود 82 ألف من الفضائيين داخل هيئة الحجر الشعبي في حين أن العدد الفعلي 48 ألف مقاتل لكن قادتهم يتقاضون رواتب 130 ألف مقاتل تذهب رواتبهم إلى جيوب الزعامات الولائية التي ترسلها إلى إيران وأضافت المصادر أن الصراع وصلت شده داخل هيئة الحجر الشعبي بسبب رواتب الفضائيين وكيفية الاستحواذ عليها بين قادة الفصائل المتنفذة داخله